اه الحمد لله لكن اللي جاي هيبقى اصعب هيبقى اصعب اه طبعا اللي جاي اصعب اللي جاي واحد من منافسين زي كودفوار زي السيراليون زي غينيا الاستوائية زي سيراليون زي الجزائر لا صعب الجزائر صعبة خلاص الجزائر صعبة عشان صعبة تبقى يعني هي المركز الاول التاني صعبة تبقى المركز الاول لا صعبة هي الجزائر نقطة الجزائر نقطة لا بالصعبة بالصعبة ليه الكودفوار كام الجزائر نقطة كودفوار اربعة اربعة اه لو الجزائر كسب اربعة هيبقى اربعة وهيبقى اول مجموعة نظبوط تمام بس بالنظر لان غينيا الاستوية وسيراليون واحد يوم ممكن يكسب فهيبقوا هما الاول ولو يتعدلوا بالزبط هو ده اللي عايزة الجزائر تكسب يبقى انت النهاردة انت ممكن تلعب مع اي فرقة من المجموعة هي دي ممكن تلعب واحد من الاربعة وانا شايف لدي اقوى مجموعة اقوى مجموعة هي برضو فيها مفاجأتها والجزائر بخسارة وتعادل سخانة المجموعة والجزائر اه 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 يعني فيه حاجات اه يعيضي على الفنيات يا فرقة فرقة كرة قوية جدا يعني لكن اه اه فيه فيه تعالي اه يعني انا شايف اللي فيه تعالي اه وغرور شوية من بعض العيب الجزائر حتى تصريح مدير فني بتاعهم ما كانتش في محلها يعني انا داخل وهعمل وهسوي وانا هنافس في كاس العالم هناك وا 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 فاعتقد الحاجات دي مع اللاعب العربي اللي ما ننفعش وبعدين الضغط اللي ضغطنا اللي هم بقالهم 35 مبارا ما بتغلبوش اه و لا فيه مش ديه فرقة الجزائر مع انها فرقة من اقوى الفرقة اللي موجودة في افريقيا بصراحة يعني مزبوط اه لكن فيه حتة تعالي شوية في الكورة المطش ده بكرة الساعة ستة بالمناسبة كوديبوار والجزائر اهميته ان هي تحدد طبعا المباراة دي والمباراة الناحية التانية سيراليون وغني الاستوائية مين منافسنا واهميته كمان انه قد يودع حامل اللقب المنتخب الجزائري البطولة غدا اذا لم يفز على المنتخب الابواري هم مقدموش حل غيرون يكسب بكرة هوا دواتي سيراليون نقطة بش كده ولا اتنين سيراليون معاهم دلوقتي نقطتين نقطتين هوا متعادل مع الجزائر متعادل مع الجزائر متعادل مع الجزائر يعلى لو كسب بقى خمسة بونت مزبوط هيبقى موكي باقوة اه اه فهيقولك مجموعة غريبة شكلة بس هيطلع منهم تاني احسن توالد احسن توالد يعني اه غالبا احسن اه احسن احنا انت وارد النهاردة انت تلعب مع اي فرقة من الاربع دول مزبوط بس يعني برضو خلينا بقى وقعيين خلينا وقعيين برضو الجمهور بش حس بالامان بالطمأنينة للفرقة يعني النهاردة في فرقة بتنزل لا ننزيل كذبانين نتقابل عشان كذبين كذبانين النهاردة لا بقى فيه ألأة انا لسه انا متفائل يا ربنا كنا يا رب يا رب ربنا يجعلنا كلنا متفائين يا رب